الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له وعدد ولا تحيط به الأقلام والمدد الحمد لله منه العون والرشد ما بعد حمد الله إني أشهد ألا إله مستحقاً يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد من جل عن زوج وند وولد ثم الصلاة والسلام ما حكت حمائم حمائماً إذا بكت على خير مرسل وآله وصحبه وتابعي من واله يا رب صل على النبي محمد ما غردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا يا رب صل على النبي وصحبه ما أمت الزوار مسجد يثربا صل على من تدخلون بهديه دار الكرامة تبلغون المطلبا صلى وسلم ذو الجلال عليهما لبا ملب أو تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين همو همو ضاؤو حمو زانو هدو شادو بنو فهمو على الست الجهات الأنجم وعلى التابعين لهم بإحسان فهم حفظوا لما نقلوه منهم عنهم أما بعد أيها المسلمون الكرام خطبتنا اليوم عن شاب من عظماء الأمة وسيد من سادات التأريخ كان حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبوه أيضا ومما دفعني إلى الحديث عنه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة فرجل خطبتنا اليوم هو أسامة بن زيد بن حارسة رضي الله تعالى عنه الأمير القائد الشاب الذي برز وارتفع في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن سبع أو ابن ثماني عشر سنة وبلغ العلا وارتفع إلى الدرجات السامية في تلك السن القليلة هو أسامة بن زيد بن حارسة ابن شرحبيل ابن عبد العزة ابن امرئ القيس الكلبي رضي الله عنه أبوه هو حب رسول الله زيد بن حارسة كان مولا من الموالي لأن قبيلة أغارت على قومه يوما فأخذته فبيع في إحدى الأسواق فاشترته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فوهبته للنبي عليه الصلاة والسلام فأعتقه في سبيل الله وحبه حبا عظيما فجاء أعمامه بعد زمان وأرادوا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم فخيره رسول الله بينه وبين أعمامه فاختار زيد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم فرافقه في أحسن معشر وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بحاضنته المرأة الميمونة أم أو أم أيمن بركة الحبشية رضي الله عنها وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنجب منها أسامة وكان زيد شديد البياض حتى قيل عنه كان لونه أبيض من القطن وولد أسامة وكان أسامة شديد السواد رضي الله عنه فتكلم الناس في الجاهلية عنهما وطعنوا في نسب أسامة إلى أبيه ولكن أعجب النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام لما دخل قائف من القافة والقائف هو الرجل العريف بالأنساب الذي يحسن معرفة القرابة وكانت العرب تعتد بأقوال القافة فدخل مجزز القائف فوجد أسامة مع أبيه مضجعا متغطيان بغطاء بارزة رجلهما فقال مجزز القائف إن هذه الأقدام بعضها من بعض فانتشر الكلام في الناس فسر النبي صلى الله عليه وسلم بما قال مجزز القائف فأسامة وجد مكانة عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أصيب أسامة يوما من الأيام بشج في رأسه فسال منه الدم قالت ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسحب الدم بفمه من أسامة وينظفه فقالت عائشة يوما من الأيام دعني أغسل وجه أسامة يا رسول الله قالت أم المؤمنين وكنت حديثة السن أو حديثة السن لا أحسن غسل الصبيان وكان أسامة صبيا آنذاك قالت فغسلته غسلا ليس بذاك يعني ما نظفت كويس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه منها فأحسن غسله وتنظيفه قال يا عائشة لو كان أسامة جارية لجملته وحليته وطيقته حتى أنفقه كان يحبه حبا عظيما صلى الله عليه وسلم لما كان في أسامة من صفات الخير والشهامة العظمى والشجاعة الفريدة وكان فيه خفة الدم وجمال الروح رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش أياما في كنف النبي صلى الله عليه وسلم فمدح وبجل رضي الله تعالى عنه كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه إذا لقي أسامة في عهده يسلم عليه بتحية الأمير ويقول لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركك أنت أميرا علي وهذا صحيح لما كانت آخر الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة في جيش إلى غزو الروم وكان قائد الجيش أسامة وهو ابن سبعة عشر عاما سبعتاشر سنة نحن الليلة في أولادنا سبعتاشر سنة بعرفوا يترسوا الشوارع بس وبعرفوا يسيءوا الأدب دال بعرفوا ويلعبوا بالبل في الشوارع أسامة سبعتاشر سنة أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش إلى غزو الروم وفي الجيش عمر رضي الله عنه فلما تقدم الجيش مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار أبو بكر الصحابة في الأمر فقالوا كيف تبعث جيش أسامة وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وقد ارتد من ارتد من العرب فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أرد جيشا أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى جيش أسامة ولكن استأذن أبو بكر أسامة أن يرجع إليه عمر فرد أسامة رضي الله عنه عمر من الجيش إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه يحتاجه في المشورة ومضى جيش أسامة ولما داهم الروم تعجب ملك الروم من أمر الصحابة قال هؤلاء ما تسيدهم البارحة وأرسلوا هذا الجيش يغزون اليوم إنهم لعظماء فهزم أسامة الروم رضي الله عنه ولما رجع إلى الكبائل ما مر بقبيلة من كبائل العرب ارتدد عن الإسلام وهو منقصر إلا عادوا إلى الإسلام مرة أخرى قالوا لو لم يكن بالمسلمين قوة لمألم غزو الروم في مثل هذا اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه بلغ منازل علية كان عمر وفي يوم من الأيام يقسم للناس بعض ما يستحقون من الأموال فأعطى أسامة ثلاثة آلاف وخمسمائة وأعطى عبد الله ابن عمر ثلاثة آلاف فقط فقال له ابنه عبد الله يا أبتاه لم تفضل أسامة علي والله ما سبقني إلى مشهد من المشاهد فقال له أبوه عمر ونعم ما قال عمر قال له أبوه يا بني إن هذا كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك وهذا من تواضع عمر لأن عمر لا شك كان أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن من تواضعه قال له كان أبوه أحب إلى رسول الله من أبيك وكان هو أحب إلي إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك ولهذا قال له آثرت وفضلت وفضلت محبة رسول الله على محبة أنا شوفوا بالله هذا التقييم شوفوا هذه المنزل العظيمة التي يضعها عمر لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة ولأبيه يفضل حتى على محبته هو رضي الله عنه يفضله على محبة الولد لما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أسامة رضي الله عنه وانتبهوا وهذه رسالة مهمة لدعاة العنصرية أنتنا القبيحة التي ارتفعت هذه الأيام تريد أن تمزق البلاد وتفصل بين أبناء المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام يرفع أسامة لهذه المنزلة العلية ويستشير أسامة حتى في شؤون البيت مع أن أسامة كانت العرب تتكلم في نسبه وكان أسود ولم يكن أبيضا وفي يوم من الأيام انظروا إلى تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم قال عروة ابن الزبير رضي الله عنه تأخر النبي صلى الله عليه وسلم من الإفاضة بعرف إلى مزدلف ينتظر أسامة وأخر جميع المسلمين في حجة الوداع في أكبر جمع شهدوا الصحابة تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعض أهل اليمن من العرب من تنتظر يا رسول الله قال أنتظر أسامة ابن زيد فانتظروا قالوا لما جاء أسامة رأوا شابا أسود أفطص فقالوا أكنا نجلس من أجل هذا تهوينا من شأنه وطعنا فيه قال عروة ابن الزبير فكان عامة أولئك ارتدوا عن الإسلام أيام الردة فعاتبهم الله تعالى بهذا الصنيع الجاهل أن ارتدوا عن الإسلام ورفع الله تعالى شأن أسامة رضي الله عنه وأرضاه اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على نبينا محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد روى الإمام أحمد في المسند أيضا أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية وأبى الجهم خطباني بعدما طلقت وبانت من زوجها الأول فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم إنه في اتنين خطبوها ومن الصحابة الأجل أبو الجهم ومعاوية وهو ابن أبي سفيان الملك العظيم قالت خطباني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له الصعلوك بالكاف معناها في لغة العرب هو الفقير الذي ليس له مال قال وأما أبو الجهم فكان لا يضع العصى عن عاتقه وفي رواية كان ضرابا للنساء بضرب الحريم قال وخير لك منهما منهم الاثنين أسامة ابن زيد فقالت فاطمة بن تقيس أسامة يا رسول الله كأنها تقلل من شأنه قالت أسامة يا رسول الله ثم قالت يعني بعد ذلك رضيت قالت رضيت طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة بن تقيس وبعد ذلك شرفني الله تعالى بأبي زيد تعني أسامة وأكرمني الله تعالى بأبي زيد ورفعني الله تعالى بأبي زيد فنالت الشرف ونالت الرفعة ونالت الكرامة بفضل رضاها بما رضي لها رسول الله عليه الصلاة والسلام فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أحب أسامة وأحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذهم قدوات له في الحياة فما أحوجنا إلى تلمس القدوات الصالحة في هذا الزمن الذي ضاع فيه الشباب وراء المغنيين والراقصين والذين لا قيمة لهم أسأل الله تعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يفرِّج همومنا اللهم اغفر لنا ما قدَّمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء اللهم ارحم ميتنا وردَّ غائبنا وفرِّج هم المهموم واكشف كرب المكروب اللهم فرِّج عن بلادنا وقِن الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم اللهم اشتركوا في القناة احب